وصلنا لمستوى وشفنا رقم العشر تلاف أمامنا من جديد بالنسبة لمؤشر اي جي اكس ثيرتي برأيك ما الذي دعم هذه المستويات خلال اليوم أنا من نوجة نظر أن بداية الصعود التي شاهدناها من جلسة يوم أمس بدأ يمكن في منتصف يناير الماضي عمليات تجمية كانت بتتم داخل البورصة المصرية استعادة السوق من جديد لأسيولة متوسطة الأجل التي بتأتي من جهة مؤسسات المحلية المصرية وده المستمر في موجة شرائية واضحة خلال الفترة الأخيرة خاصة خلال الجلسات الأحدى عشر الماضية في إطار اتجاه بيعي واضح من جهة متعبين الأفراد المصريين اللي زالوا مستمرين في عمليات البيع وأتصور أنها ليست عمليات بيع صوفية ولكنها عمليات تناقل بالفعل للسيولة ما بين الأسهم بعضها البعض خاصة في اتجاه مؤشر اي جي اكس سيفنتي اللي بيسجل الآن ارتفاعا بيفوق مستويات الارتفاع لمؤشرات اي جي اكس سيرتي خلال الفترة الأخيرة وفي حالة من حالات الزخم اللي بتشهد عدد من الشركات المدرجة على هذا المؤشر من الشركات المتوسطة والصغيرة وده بيؤدي فيه النهاء إلى نوع من أنواع التحسن في مستورات الأداء وكلاسا بيه الأداء الإجمالي المتواجد فيها مؤشر بوصة مصري رئيسي اي جي اكس 30 العقصة التالت هو النشاط اللي بدأنا نلحظه شوية من جانب المؤسسات المالية المصرية لكن هناك اتجاه باقي واضح فيه المقابل من مؤسسات المالية العربية والتجاه الرائي من الأفراد العرب أتصور أن الأفراد العرب بيحاولوا الاستفادة الآن من التغيرات التي بتشهد السوق الصرف المصرية ومحاولة اقتناص الأسهم عند المستويات المتدنية التي كانت قد وصلت إليها بعد موجة تصحيح الساعي التي شاهدناها في نهاية عام 2012 الماضي لكن عام 2014 عفوا الماضي الأمور حتى الآن بتشيئ بشكل أو بآخر لأن هناك شكل من أشكال إعادة هيكلة البنائية الخاصة بالسوق وحال الترقب موجودة لقطاعات من المتعاملين سواء للإفصاح عن مؤشرات نتائج الأعمال السنوية التي لم يتم الكشف عنها لأغلب الشركات المدرجة داخل البنصة المصرية حتى الآن أو بالنسبة لي وجود اتجاهات جديدة لعمليات بناء تكوين مركز مالية على المدى المتواصل بالنسبة لي المؤسسات المحلية المصرية والمتعاملين رفض العرب داخل السوق وأتصور أنها هيكون واحد من المحافزات الموجودة خلال الفترة المقبلة السيولة التي تظهر داخل السوق والإدفاعات في قيم وأحجام الدولات اللي بن الحظة خلال الفترة الأخيرة بإضافة إلى مؤشرات نتائج الأعمال اقتراب مؤتمر الشام الشيخ ثم التغيرات التي تشهد أسعار الصرف في الوقت الحالي يمكن أول مرة مثل ما نشوف استقرار بالدولار منذ القرارات التي اتخذها البنك المركزي هل ستدوم طويلا برأيك هذه المستويات لسعار الصرف أستاذ محسن هل هي جزء أيضا من هذا الارتفاع الذي نشهده قد يستمر به السوق هي بالتأكيد واحد بالمحافزات الموجودة داخل السوق لأنها تبرز أسعار أو قيم الأسهم بمستويات مختلفة عن ما كانت عليه قبل التغيرات في أسعار الصرف ولكن الشيء الأكيد الذي يجب أن نركز عليه في الوقت الحالي هو مسألة مدى استمارية هذا الموضوع البنك المركزي يسعى لتقليص السوق الموازي ومحاولة القضاء تدريجيا عليه ولكن هذا الأمر يستلزم بشكل نائسي أن يكون هناك زيادة في حجم الموارد المتاح داخل السوق المصري بشكل أولي ولكن حتى الآن الإجراءات التي اتخذها ببنك المركزي بتتكامل بشكل واضح مع الإجراءات الإقصادية المصرية جزء منها كان متعلق بصدور قانون تفضيل المنتج المحلي لتخفيف معدات الاستيراد جزء آخر كان محاولة تشجيع المصدرين المصريين على زيادة مساحاتهم الاستيرادية ووضعت بعض ضابط لعملات الاستيراد من الخائج جزء الثالث كان متعلق بالتحكم في مستويات التضخم داخل السوق المصري خلال الفترة الحالية واتخاذ بعض الإجراءات الإدارية اتجاه المتلعبين في الدولار والعملات الأجنبية جزء آخر كان متعلقا بزيادة على الطرحات الإسبوعية المتعلقة بعمليات الطرح الدولاري للبنوك لتخطية الاعتمالات الموجودة أتصور أن قد يكون هناك اتجاه لدراسة طرح كبير خلال الفترة المقبلة لتخطية كل الطلبات الموجودة اليوم كان هناك عبر وكالة رويترز الأنباء الحديث لم يتم تأكدها أو نفيها على مسألة أن هناك اتجاه لوديع كبير قد أوعدت وداية تقدم من عدد من الدول الخليجية قبل مؤتمر شرام الشيخ هذا الأمر بتأكيد نتحدث عن عشر مليارات عشر مليارات أستاذ محسن من السعودية والإمارات حسب ما أعلن حتى الآن والكويت نعم ما تقييم هذه الخطوة لو حدثت فعلا ورأينا هذه المبالغ وإذا لم تأتي ما هي الحلول الأخرى الحلول الأخرى نحن نحن ننمي من معدلات العوائد الداخلية جزء سيكون من السياحة التي بدأت تنشط وقت 7.5 مليار دولار العام الماضي تثبيت أسعار اليوم المرور في قناة سويس ساعد في استقرار معدل الملاحة المتوجهة على الحين انتهاء عملات الترسعات في أغسطس القادم جزء آخر أيضا كان مرتبطا بمسألة تشجيع المصريين العاملين في الخارج على استثمار أموالهم هنا وتحويل العملات الأجنبية إلى جنيه مصري من خلال طرح قطع أراضي من المفترض المستدف أن نحن نحق حوالي مليار و 900 مليون دولار من عمليات البيع الموجودة في هذا المشروع لكن إذا أتى هذا المبلغ وده شيء أنا شخصيا أتمنىه سيزور من مواد الموجودة سيساهم في خطة العاشة الإقتصادي المتوجدة حاليا سيخفف من الضغوط الموجودة على الموازنة العامة للدولة التي تفعل عجز فيها بنسبة 5.7% خلال هذه الفترة سيساهم أيضا في توفيع مواد دولارية تساعد البنك المكازي في القضاء نهائيا على السوق السوداء حيودعم الحجم الاحتياطي على النقد الأجنبي حيرفع من القيمة المتعلقة بالنسبة لي الجنية المصري مرة أخرى حيساعد في توفيع الموارد الموجودة مما يقلل فرص ادفاع معدات ضخم على المدى القصير ومتوسط أمور أتصور من وجهة نظرين الدولة بتاعيها تماما وهذه الوديعة رغم أنها ليست ضخما كبيرا ولكن بالفعل الاقتصاد المصري في حاجة إليها لاستمرار قطة الإصلاح والإنعاش الانتصادي اللي بنقوم بها خلال هذه الفترة قبل ما يدركنا الوقت الشركات اليوم عندها توجهان بالسوق أستاذ محسن البعض عم يرجع بزيد رئيس أمواله للمرة الثانية يمكن وبعضها عم يقدر يتوسع خارجيا ويبدو بأن التركيز لم يحدث فقط بالسوق المصري بدأنا نرى شركات مدرجة بالسوق تتوجه للأسواق العالمية مدلولات زيادة رأس المال لأكثر من مرة وأيضا هذا التوجه الخارجي تأكيد تماما على أن الشركات شاهدتها الإسماعية ارتفعت بشكل كبير وأننا لم نتوقف عند مساءة محاولة فقط تعويض ما فات ولكن توسعات بدأت تظهر الشركات الآن تحاول أنها ترسم الجزء من الأرباح المتعلقة بها والمحقق خلال عام 2014 في شكل زيادة روس أموال لتمويل توسعات وأنشطة جديدة ومحاولة الزيادة والتوجه إلى عمليات توسعية كبيرة حتى الآن الشركات التي كانت أفصحت عن هذا الاتجاه وربطته بميزانية 2014 كانت ببنك قطر الوطني وبنك الباركة وزراء المعادي لأستثمار هذا الاتجاه يؤكد أن هناك ظواهر بدأت الآن تكون موجودة على الساحة لأعمليات توسعية وزيادة فيها للنشطة الاسمائية التوجه الأسوال الخارجية كانت توجهة استراتيجية لشركات مصرية كاسية لفترات طويلة الآن بنستعيد هذا الاتجاه لأكثر من سبب جزء من التنويع في الإرادات جزء آخر لتوفير مواد دولارية جزء ثالث نتيجة الاستقرار الموجود حاليا في النشط الاقتصادي جزء رابع نتيجة أن عدم موجود اتفاع كبير في معدلات النمو الاقتصادي الداخلي حتى هذه اللحظة يدعونك اتفاع جيد ولكنه ليس اتفاعا قويا نشجع الشركات فقط على التأكيد في سوق المحالي جزء خامس محاولة الاستفادة من الخبرات التي تركمت لدى الشركات في محاولة الاستفادة من قدراتها الترسعية في أسواق حتى أسواق مستحدثة كما تقوم الآن بعضا من الشركات اللي عملها في مجال الخدمات الملاحية أو في مجال المقاولات أو مجال ذلك بتتوسع في أسواق أفريقية وأسواق أمريكا الجنوبية وبعض الأسواق الأوروبية الأمور بتؤكد أن الشهية الاستفادة للشركات بتزداد اتفاعا كلما استقارت الأوضاع وكلما بدأت الإصلاحات الحكومية الأخية وكلما تحسن أداء سوء المال هذه الأمور بتؤكد أن الفطر المقبلة قد نشهد تحسنا إضافيا في مؤشرات نتائج أعمال الشركات خلال عام 2015 وهو أمر أتصور أنها قد يكون واحد من أهم المحافزات الإصلاحية للمتعاملين داخل سوء المال للمصر شكرا جزيلا لك سيد محسن عادل عضو المنتدف لشركة بايونيرز لصنديق الاستثمار كنت معي من القاهرة